اشتركوا في القناة سم عبد العالو عدد من اعضاء الناديين وتأتي زيارة سموه للناديين ضمن السياسة التي انتهجها سموه لتعزيز التواصل مع الجهات الرياضية في اطار اهتمام سموه بدعم ومساندة تلك الجهات من اجل تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمستوى الالعاب الرياضية ومنتسبها واشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي اتحاد الريف ونادي المالشية من خلال اقامة الانشطة والفعاليات الرياضية المختلفة وتشجيع الناشئة والشباب على ممارسة الرياضة من خلال احتضانهم لمختلف الفرق الرياضية بالناديين والمشاركة الفاعلة في المسابقات المحلية والتي ينعكس على ابراز دور الاندية ومشاركتها الحقيقية في تنمية وتطوير الرياضة وقد استمع سموه الى اجاز من رئيسي الناديين حول الخطط المستقبلية والبرامج التي يسعى الناديان لتنفيذها بهدف ضمان استمرار الجهود لتطوير الكوادر الادارية والفنية ورفع مستوى الفرق ومنتسبها لتعزيز المشاركة في بناء وتقدم القطاع الرياضي بالمملكة من جهتهما قدم رئيسي الناديين الشكر والتقدير الى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على كل ما يبذله من جهود واضحة خدمة للرياضة البحرينية مؤكدين ان زيارة سموه تعكس التقدير الكبير الذي يليه سموه الى جميع الجهات الرياضية مضيفين ان سموه حريص على تقديم الدعم للجميع بهدف تحقيق نهضة شاملة في القطاع الرياضي لاحراز مزيد من الانجازات معاهدين سموه للمضي قدما نحو استمرار الجهود ومواصلة العطاء لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة البحرينية سمو الشيخ خالد اكد على همية العمل الشبابي وكذلك التخطيط والانجازات المستقبلية والسياسة التي انتهجها الشيخ خالد في التواصل مع كل الاندية والزيارات الميدانية التي يقوم فيها يعني هذه محل تقدير وترحيب من الجميع شرح لنا سمو الشيخ خالد عن المستقبل الرياضي في البحرين مطلعين بتوجيهات جلالة الملكة الله يحفظه في هذا الموضوع وسمو الشيخ ناصر كذلك باهمية تحقيق الانجازات واحتضان الشباب وسوف نستمر وفي تشجيع من سموه في هذا الموضوع اهمية احتفاء الرعاية واحتضان الشباب الصغار خصوصا من الاكاديميات واكد على هذا الشي لانه هما المستقبل اللي لازم احنا نعطيه للرعاية والأهمية ورح تأخذ هذه التوصيات من قبلنا وان شاء الله نعمل على تنفيذها لرفع الشأن للرياضة البحرينية الفخورين بهذه الزيارة لانه هي زيارة تاريخية وان شاء الله تتكرر حسب ما وعدنا باستمرار لهذا النادي لان هذا النادي يعني تحترع جلالة الملك دائما وانجاله الكرام انهم دائما في متابعة ونتطلع دائما ان احنا يعني نبرز نشاط النادي وخصوصا ان احنا تم ضمنه الى التحركة القدم وانحنا تتكلمنا مع سمو الشيخ خالد على اساس ان احنا نحتاج الى ان يبرز هذا النادي وانه يكون الفرق تطور من خلال الدعم ان شاء الله اللي ممكن نحصل عليه من سموه ودائما نتمنى ان شاء الله الموافقية الى سمو الشيخ خالد والى جميع الرياضيين لما لذلك من اهمية في تطور الكرة اشتركوا في القناة